والمهم جداً اللي أحرزه ميلاً على نابولي بهدف مقابل لشي طبعاً كان مباراة كبيرة جداً ما بين الميلاً وما بين نابولي اللي فاز فيها الميلاً 1-0 فيقول يقال إنه دايماً بيشيد باللعبين خاصة بالناصر لكن يعني كمان بيشيد بيه على مستوى الأداء وبيقول إنه هو كل مباراة بيثبت إنه لاعب رائع على المستوى الفني وعلى المستوى البدني كمان أضاف بيقولي إنه بالناصر عنده مهارات فنية عالية جداً وبيظهر ده في كل مباراة وبيزيد مستوى مباراة عن الأخرى وبيقدم عمل مهنياً بشكل أكثر من رائع في خط وسط الميلاً وكان لي بصمات واضحة جداً جداً في فوز الميلاً يمبارح على نابولي 1-0 كمان بيقولي كان هناك بعض الصعوبات في بداية الموسم لكن اعتقادي إنه كمان ميلاً بيمشي بشكل أكثر من رائع بيقولي هناك صعوبات أمام الفرق في الدوري الإيطالي ما فيش شك إنه دلوقتي تصدر الميلاً للدوري الإيطالي ما خلاش بيقولي خلاص يقولك خلاص الدوري بقى مضمون بشكل كبير لكن كمان اتكلم على كل مباراة بيتعلم من أخطائه وقال إن للإنتر ما زال الإنتر هو المرشح الأوفر فوزاً أو أوفر حزناً للفوز بالسرية A لأن عندهم يعني عندهم طبعاً الحامل للقب عندهم لعيبة مميزة جداً وعندهم كمان مباراة مؤجلة وإنه فريق قوي للغاية خلينا كمان نتكلم هل اليوفينتوس فقد الصراع على الحصول على السرية A أو الدوري الإيطالي كمان خلينا نقول إن الفوز باللقب من جديد يعني بالنسبة ليه اليوفينتوس بقى صعب جداً جداً لكن ما زالت بعض الأمور على طبعاً على مستوى الدوري الإيطالي بتقول إن اليوفينتوس رغم تأخره لكن يخطو خطوات سوى يرأي نعم لكن يبقى اسم اليوفينتوس دايماً مرشح للفوز باللقب الدوري الإيطالي طيب أليجري المدير الفني ليه اليوفينتوس يطرى قال إيه عن ترشحاته وما زالت بعض التقرير بتقول إن اليوفينتوس قادر على العودة تانية للمنافسة نشوف أليجري قال إيه ونرجع مع حضراتكم شكراً